عقد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة جهود توفير المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء وأكد رئيس الوزراء تدبير تمويل المطلوب لتوفير الاحتياجات اللازمة من المواد البترولية لضمان توفر الخدمة لمختلف القطاعات وذلك على رغم من العديد من التحديات اللاجيو السياسية من جهته قال وزير الكهرباء إنه تم تحصيل نحو 1.2 مليار جنيه مستحقات في شهر ونصف الشهر نتيجة لتعامل مع ملف سرقات الكهرباء وذلك من خلال ما تم تحريرهم من محاضر للمخالفين وتطبيق الغرامات عليهم مؤكدا استمرار هذه الجهود وصولا للقضاء على مثل هذه الظاهرات السلبية هذا إلى جانب التأكيد على التوسع في تركيب المزيد من العدادات الكودية لمختلف المنشآت التي تسهم وبشكل كبير في تقليل الفاقد التجاري